لماذا رفض سعيد بن المصيب أن يزوج ابنته لابن الخليفة عبد الملك بن مروان وولي عهده الوليد آنذاك وماذا كان رد فعل الخليفة تجاهه ولماذا زوج سعيد بن المصيب ابنته من أحد تلاميذه وهو شاب فقير جدا يكاد يجد قوط يومه أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة التاريخ الجامعة معاكم محمد محمود النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موقف سعيد بن المصيب الغريب من زواج ابنته لكن في البداية لازم نعرف مين هو سعيد بن المصيب هو عالم جليل لا يخشى في قول الحق أحد عرف في زمانه بأنه عالم أهل المدينة ولقبه الناس بسيد التابعين وتزوج من ابنة أبي هريرة رضي الله عنه فكان أعلى من الناس بحديث أبي هريرة أما عن موقفه تجاه الأمويين فكان سعيد بن المصيب يتحدث بالحق دائما ولا يهاب أحدا وعندما يخطئ حكام بني أمية يقوم بتعريض خطائهم ولا يسكت عنه أبدا حتى وصل الأمر في كثير من الأحيان إلى الدعاء عليهم في صلواته ونظرا لمكانة سعيد بن المصيب بين الناس وحبهم له حاول الخليفة عبد الملك بن مروان أن ينهي هذا الخلاف بينه وبين الشيخ الجليل ولم يجد أفضل من النسب والصحر لينهي هذا الخلاف تماما فطلب منه أن يزوج ابنته لابنه الوليد وولي عهده لكن كانت المفاجأة والصدمة هي رفض سعيد بن المصيب لطلب الخليفة في هذه الزيجة الأمر الذي أصاب الخليفة بالدهشة لكنه تمالك مشاعره وأخذ يحتال على سعيد بن المصيب لإقناعه لكن الشيخ الجليل كان مصرا على موقفه مما أغضب عبد الملك بن مروان بشدة لكن يا ترى بعد رفض سعيد بن المصيب زواج ابنته من ابن الخليفة وولي عهده لمن زوجها؟ كان لسعيد بن المصيب تلميذ يحرص دائما على حضور حلقات العلم للشيخ وكان اسمه ابن أبي وداعة لكن في أحد المرات تغيب ابن أبي وداعة عن حضوره لتلك الحلقات وعندما أتى مجددا سأله سعيد بن المصيب عن سبب غيابه فأخبره ابن أبي وداعة عن انشغاله بوفاة زوجته فواساه الشيخ وسأله بأن يتزوج بامرأة أخرى فرد عليه ابن أبي وداعة ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين أو سلاسة فقال سعيد أنا اندهش ابن أبي وداعة ولم يصدق ما سمعه من الشيخ فسأله أتفعل ذلك؟ فجاء رد الشيخ سعيد بن المصيب حازما نعم وبعد أن أدى ابن أبي وداعة صلاة المغرب أخذ يحمد الله كثيرا ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى منزله وهو يفكر ممن يستدين ليتدبر أمور هذا الزواج وعندما دخل إلى منزله شعر بالجوع فأحضر خبزا وزيتا ليأكل وإذا ببابه يضق ففتح الباب ليجد أمامه سعيد بن المصيب فقال يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فآتيك فرد عليه الشيخ الجليل قائلا لا أنت تؤتى إنك كنت رجلا عزبا لا زوجلك فقرهت أن تبت الليلة وحدك وهذه امرأتك ثم أخذ سعيد بن المصيب بيد ابنته وأدخلها إلى دار ابن أبي وداعة وذهب ابن أبي وداعة إلى جيرانه وأخبرهم بما حدث وأتى بهم إلى داره وأشهدهم على هذا الزواج وهم في حالة من الدهشة والفرحة لما يحدث ويأتي هنا السؤال ما هي صفات وشكل تلك العروس الذي رفض ابن المصيب أن يزوجها لابن خليفة ويقدم على زواجها لشاب فقير يكاد يتدبر أمور حياته وتأتي الإجابة هنا على لسان الزوج نفسه ابن أبي وداعة فلقد قال إنها كانت من أجمل النساء وأحفظهن للقرآن وأعلمهن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهن بحق الزوج طيب طالما كانت ابنته بكل هذه الصفات الحميدة لماذا رفض زواجها من ولي عهد المسلمين الوليد بن عبد الملك آنذاك وتزوجها من ابن أبي وداعة ذلك الشاب الفقير ويأتي هنا رد سعيد بن المسيب بأنه حفظ ابنته من بريق السلطة وفتن الدنيا والإنغماس في ملزاتها والإبداعات عن طاعة الله ودفعها إلى العمل لآخرتها فهي أذكى وأبقى رحم الله سعيد بن المسيب الذي كان موقفه من زواج ابنته ومضى مديئة في تاريخنا الإسلامي نقتضي بها من فتن الدنيا لو عجبكم الفيديو اعملوله لايك وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناة التاريخ الجامعة أشوفكم على خير والسلام عليكم